أطيب معجنات من إيدين أمسامر يسلم إيديكي يا بح أدوأك ياهو يلا بسم الله هاي نص أمي أخدتي نص الأكبر إليك شوفوا الجبنة شوفوا الجبنة ما أحلاها بجنة زعتر العرجاوي من الشام هاد أمي كنت أنا أشتغل عند الفران أب بشير اي عن جد يا صباح الخير يا أحلى أمسامر بالدنيا يا صباح النور سألي صباحك شو هالصباح الحلوهات والله اليوم نويت فترك معجنات والله اي والله والله يسلم إيديكي عم أقول في حركة شو المطبخ عم تشتغلي عم تساوي كل يوم عم فترة حواضر اليوم دي عم فترك معجنات والله والله يسلم إيديكي يا عيني شون شون هي العجينة ساويت إيا هاي العجينة عملتها اي شوفها شوفتها يا سلام كورتيون تكوير حاطة ثلاث كعسات طحين اي ونص ما لقيت خميرة اي ومع لقيت سكر ومع لقيت لبان وكعسة مي فاترة دوبت الخميرة بالمي الفاترة والسكر حطيته فوق العجين وخلطته وبعدين ما فترت المي استنيت شوي على الخميرة لأخذت حدها هي بالمي وكبتتها فوقه للطحينات وعجنته وبس خليتها ترتاح شوي وبين ما عملت الحشوات بس والله عن جد من بيني بتشهي يعني ظريفة شوف 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 تحسها هيك طرية كتير اي عن جد طب هلأ شو هم انتي حشوات والله ما شاء الله من كترة حشوات شو هي محمرة هاي محمرة عاملة وهي؟ هاي جبنة أشقوان وجبنة بيضة وبقدونس وسمسة ومحبة بركة اي وزعتر وزعتر طبعا خبطة بس مع لقتين زعتر مع زيت بلدي اكتر شي هافر يحط المطبخ بالزعتر بالزعتر عن جد انا كتير بحب الزعتر هاي بتحطها عوش المحمرة اوه دك تعملينها محمرة بأشقوان بتعملها كمحمرة يا سلام طب هلأ دك تحكي لنا شو مكوناتها للمحمرة كيف عملتيا؟ المحمرة بصلة اي وثلاث بندورات وقرنف لفلة حمرة وقرنف لفلة خضرة اي وثلاث بندورات وبصلة وبس حطيتهم بس المقصول المحمرة تكون حدة اي هو وقرنان فلافلة هيك طويلة هاي الحدة الحدة اي حطي زيلي حدة حدة اي خضرة حطيتهم كلهم قطعتهم غسلتهم طبعا وقطعتهم حطيتهم وين؟ كلهم بالخلاط يعني بالفرامة فرامتهم وطبختهم بذات بلدي عالغاس والله بس طبختهم اللي تعقدوا هيك شوف ماما شوف ياسا لهم شوف عن جد منظرهم بشهي وحطيتهم حبة بركة وسمسون بس وشو اسمه والجبنة كيف عملتيا؟ الجبنة بشرتة بالمبشرة جبنة أشقوان وجبنة شلال وحطيتيلها شو اسمه؟ بيضة وبقدونس اي حبة بركة حبة بركة وسمسون بس عن جد بتشهي والله هلأ انتي تكتعجنيهم ايه؟ هلأ انا بدي احشي ايه بدي تحشيهم هلأ هلأ اول شي هحشيلك الجبنة شوها العجينة هاي ولا الفران ابشير امي عن جد بتجنن والله ايه والله اجع بالي اتمنح احط فطور هيك الا اعمل هي دلال اليوم يعني مع الجنات ايه انا قاعد بالقوضة عم اشتغل عم اقول امي عم تحركش المطبخ مدري شو عم تعمل اروح شو عم تساوي شوف عم تمشي مشي العجينة ايه بتجنن ما بلك عليك ابدا هيك ها ايه والله بتاخد العجينة وحطيتلي العجينة ما قلتلك ما لقيتلي با والله ماما حبلش احشي اول شي جبنة اول شي هعمل الجبنة امي ضروريه البيضة اللي حطتية معهم ايه ماما مشان تعطيها للجبنة هيك نفش شوي ايه تنفش شوي ايه تنفش ام يا سلام شو رأيك تكترلك كمان جبنة اي ايه هيك دليلية تروح قلبك هيك يا سلام هلا شو بتعملي اه تكريا تعمل شي بس هيك ها ام يا عيني كنت انا اشتغل عند الفران البشير اي عنجد لا والله بتجنن ايه بس ما بيعبوها هيك بالمحلات ما بيعبوها متلك هيك انحنا عمدنا يعني نحنا عمدتها وياقينا بالبيت ندلة ليه وشوف هنيك فوق مين فيه شوفي شوف مين فيه لك زيتوني شو تكون لعنك فوق هكذا شفنا شو عم نعمل نزلي بتعملنا البريء الشاي العيونك وغير شكل خلص معينة أنت المعجنات عليكي والشايات عليك والشاي عليك تكره معينك لك والله إيدين بيلفوا بحرير الله يسلم إيديكي خليلي إياك هلأ لمحمرة ما هلأ لمحمرة يا سلام كترلك قللك أنت قلي هيك بكفي أنا هيك برأيي بكفي أنا بحبك كثير مليانة خلص عملي لي على زوءك تمام تمام وهي لي يا سلام عليك بدك عليها أشقوان أعملنا واحدة بأشقوان بمعايتك أعم عيني بس بدي إليك شغلة هون شو حطيت أنا شو حطيت هون حطيت نص معلقة فلفل اي ونص معلقة كذبرة يابسة هذون غير لي زكرتون مشوي اي ومعلقة دبس بندورة ايوه حلو يا سلام شو رأيك حط الأشقوانات أنا أمي اي حط شلون بزعون هين شك اي 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 متساعدك اي هيك دليليا هم يا سلام والمحلات بيحطوا كمشي هيك شي انو بشموموا تشميم الأشقوان اي بس حاجتك حمودة بس حاجة اي بس حاجة اي شوفا بيجننوا بياخدوا العائل والله هذول الزعترات شغل وين أمي هذة زعتر العرجاوي شون من الشام هذة أمي جايبين معاك زعتر من الشام اي ... هذة زعتر العرجاوي كثير طيب هذا عنا بالشام ما شاء الله بصريحته قوية اي كثير هو الزعتر الاخضر هذة طيب كثير طيب شو عملنا هون عنا اثنين بأشقوان وثنين بالأشقوان امي أنا عام فكر حذري شو شو فكر نعمل قرص بزعتر وقرص بزعتر بأشقوان شو رأيك؟ ببعن معنو زعر عندك شوية أشقوان أعمل أعمل. لا أعني مشكلة. لو أنت جاي عبالك. أعمل. من المجرب يا جماعة الزعتر مع الأشوان؟ من المجرب يفرم بصلي بالزعتر؟ عن جد. تفرمي بصلي بالزعتر. لكن نعمة كثير. أول مرة أعرف هذه الشيء. أعمل كثير طيبة. أعمل مسؤوليتي. بس أنا لا أتساوي. سأضع بانهم كل هذه الجبنات أحسنًا متأقدة. أمتي إليون وبدري شو. وهلأ هيك صاروا جاهزين معنا هي الجبنة والمحمرة ومحمرة بأشقوان والزعتر وزعتر بأشقوان هلأ على الفرن وهلأ صار وقت نصب الشاه يا سلام صاروا جاهزين معنا هلأ أمي يا عيني يا عيني الريحة بتشهي يا جماعة بتاخد العقل أطيب معجنات من إيدين أم سامر يسلم إيديك بسم الله الرحمن الرحيم أنت نصف وأنا نصف هاي نصف أمي أخدت نصف الأكبر إليك شوفوا الجبنة شوفوا الجبنة ما أحلامها جنة لك العجينة تاخد العائلة عن جد أطيبة بسم الله تيرضى يبثير جنة شو عامل هي هون محمرة هون محمرة هون زعتر مع أشقوان زعتر مع أشقوان محمرة سادة محمرة مع أشقوان أنا محمرة مع أشقوان زعتر يا عيني الجبنة كثير طيبة يا جماعة جنن تأخذ عائل مع الشهر أمي هي كاستر أو كاستر؟ فتحينهم أرص محمرة مع أشقوان يا عيني يا عيني النصب و النصب أمي لا تزوغ لي؟ لا أم زوغي يا سلام شوف ما أحلام مع أباية شوف نعجينة شون مؤمرة من الطرف حطيناهم أمي على درجة حرارة 250 بالفرن بس أول شي حماتي الفرن قبل منا نصاعة يا جماعة بتحموا الفرن على آخر يعني بس يطفي تحطوا الصينية قداش أكلوا بالفرن كانش عشر دقائق ما أكلوا كتير وقت دقلي لمحمرة طيبة بسم الله بتجنن كتير طيبة هنجدد تأخذ العين كتير طيبة يسلم إيديكي عشبتها؟ عشرة على عشرة صح وانا صحيح صحيح